تثمينا للجهود والنتائج التي حققتها المرأة في مختلف المجالات لسيما على سعيد التمثيل السياسي وبصفة خاصة في المجالس الانتخابية نظمت الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية ندوة حول دور المرأة البرلمانية في التنمية وتدبير الشأن العام سلطت فيها الضوء على دور المرأة الجزائرية في منابر وضع التشريعات والسياسات وبالمناسبة قالت عضو مجلس الأمة نوار جحفر تواجد المرأة في البرلمان عزز من تواجد المرأة الجزائرية دوليا لأنها أصبحت على المستوى العربي تحت المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي المرتبة السابعة على المستوى العالمي المرتبة 27 وكما تعلمي تعرفي هذا مقياس نقص به مدى تحضر وتقدم الدول كما دعت البرلمانية أسمى بن قادة إلى ضرورة استيعاب وإدراك التواجد النسوي في المجالس المنتخبة وغيرها من المؤسسات على أساس أنه عامل توازن وحكامة مطالبة في الوقت ذاته إلى المناصفة بين الرجل والمرأة بهدف صناعة رؤية متناغمة بينهما من منطلق المساواة أي مكان موجود فيه الرجل يجب أن توجد فيه المرأة من منطلق الاختلاف لأنه هو موقع ناقص توجد فيه رؤية أحادية ذكورية والرؤية الأخرى غير موجودة هل يمكن أن يصير المجتمع برؤية جنس واحد وفيه رجال ونساء؟ وهو مجتمع مكون من الجنسين لا يمكن أن يصير المجتمع برؤية واحدة مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي تعاد تجربة فريدة من نوعها في الجزائر استطاعت المرأة من خلالها تولي مناصب قيادية وجلب انتباه الرأي العام